بدءا من اليوم الاثنين سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في كوريا وسط الاتجاه التنازلي في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وكانت الحكومة الكورية قد قررت في الأسبوع الماضي رفع إلزامية ارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم مشيرة إلى الانخفاض المستمر في عدد الإصابات وجاء هذا القرار بعد 566 يوما من تطبيق الحكومة الكورية لإلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر من عام 2020 وتبقى الآن فقط إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والداخلية ومع ذلك سيظل ارتداء الكمامات إجباريا في التجمعات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الأخرى التي تضم أكثر من خمسين شخصا كما ينصح بشدة الأشخاص الذين يعانون من حمى أو سعال أو غيرها من أعراض كورونا وكبار السن والأشخاص غير المطعمين بارتداء الكمامات في الهواء الطلق ويوصى أيضا بارتداء الكمامات إذا كان من الصعب الحفاظ على مسافة أقلها متر مع الآخرين في التجمعات ووسط تراجع واضح لانتشار المتحور أوميكرون استمر عدد حالات الإصابة الجديدة في كوريا في الانخفاض وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض أنه تم الإبلاغ عن 20 ألفا وأربع وثمانين حالة خلال يوم أمس اشتركوا في القناة